سجلت الأراضي الفلسطينية 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة 158 منها في محافظة الخليل ويتزامن الارتفاع الحاد بالإصابات مع انتهاكات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال تتمثل باحتجاز عينات الفحص وإعاقة الطواقم الطبية أثناء أخذ العينات ارتفاع حد وامتواصل بعداد الإصابات بفيروس كورونا بمختلف المحافظات الفلسطينية وخاصة في مدينة الخليل المحتلة التسجن مدينة الرحمة مئات الإصابات اليومية وآلاف حالات المخالطة يتبعها توديع لأفراد إلى مثواهم الأخير نتيجة الإصابة بالفيروس كارثة صحية تهدد مدينة الخليل في حال استمرت الأوضاع على ما هو عليه نحن رسالة من الخليل نقول إن شاء الله خليل قوية وستنتصر على هذا الوباء وتكون أقوى مما كانت عليه نحن أهلنا بالخليل ناس يعني أعتقد تحملوا كثير في هذا الموضوع في موضوع الإغلاقات مثل باقي مدن الفلسطينية ومثل باقي العالم ولكن اليوم مطلوب منه كمان نكون عندنا خطوة إلى الأمام حتى ما نحافظ على أغزاق الناس وعلى اقتصاد الناس وعلى العمال الموجودة في القطاع الخاص ومن الخليل إلى باقي المدن الفلسطينية إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نقص حاد في العينات وأجهزة التنفس هناك كان نقص في الكميات من بعض المواد التي تستخدم في المختبرات وتم توفيرها ظهر اليوم وهي بدأت تستقبل العينات مرة أخرى تم توزيع العينات التي سحبت تقريبا 1200 عينة مساء أمس إلى كافة المحافظات لإجراء الفحوصات ولكن الحالات لغاية اللحظة في تصاعد الاحتلال معيق كبير جدا لدينا وخاصة يعيق التواقم الطبية من الوصول إلى القرى والوصول إلى المحافظات الوصول إلى المناطق سي ويتم بعض الأوقات طردهم ويتم اعتقالهم بعض الأوقات لساعة لساعتين وهناك لدينا مناطق داخل القدس لا نستطيع الوصول إليها أصلا وكانت هناك تجارب لدى التواقم الطبية بالدخول خفية إلى داخل القدس وتم اعتقالهم وتم طردهم وكذلك ضواحي القدس ومناطق H1H2 في محافظة الخليل أيضا لا يسمح لنا بالتجوال فيها وأخذ العينات من المخالطين وبالإضافة لما يجري بالضفة الغربية فقد دخلت مدينة القدس دائرة الخطر مع تسجيل 108 إصابات في يوم واحد من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا